اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او الزوجة العكس صحيح بداية رؤية الشتم والسب من الرؤى المحمودة بداية ابشركم قبل ان ندخل في الموضوع فرؤية شتم الرجل لزوجته في المنام وهي ساكتة ما بتردش عليه هذه الرؤية تدل على الترقي في العمل او في الوظيفة لو انه موظف طبعا انا ساجد كالعادة بعض المعارضين الذين لا يفقهون شيئا لكن هذا ما علمناه واعهدناه من علماء تفسير الاحلام في قضية الشتم والسب بين الزوجين رؤية الرجل انه رأى ان اخوه في المنام يتعارك مع زوجته وهو في تفرج هذه الرؤية تدل على مدى الحب والمودة بين الزوجين الذين يتعاركان يعني كون ان انا اشوف اخويا وزوجته والاتنين عملين يتعاركوا ويتبادلوا الشتم والسب دي معناها ان الزوج ده او الزوجة دي بيحبوا بعض جدا رؤية المرأة المتزوجة انها تتعارك مع زوجها ووقع السب والشتم هذه الرؤية تدل على السعادة الزوجية ما نقلتلك في البداية من الرؤى المحمودة رؤية الشتم والسب في المنام طيب رؤية المرأة المتزوجة ان زوجها يشتمها او يسبها وهي صامتة ما بتردش عليه هذه الرؤية تدل على انها ستجلب له الرزق في سكون رؤية المرأة المتزوجة انها تشتم زوجها وهو في المنام واقف ساكت ما بيردش عليها هذه الرؤية تدل على قدوم الخير لهما وفي فترة قصيرة ليست ببعيدة رؤية المرأة الحامل انها تشتم زوجها او العكس او زوجها هو اللي بيشتمها او بيسبها هذه الرؤية تدل على ان الطرف الذي يشتم يحب الطرف الاخر سواء زوجة الحامل عفوا او زوج الحامل بيشتمها يبقى الزوج هو اللي بيحبها سواء الحامل هي اللي بتشتم زوجها يبقى المرأة الحامل هي اللي بتحب زوجها طيب رؤية الشاب انه يفض اشتباك بين زوجين طبعا الرؤية دي خاصة بالشاب بالاعزب شاب زوجين وبيتعرقوا يتبدلوا الشات موسب وهو يفض هذا الاشتباك هذه الرؤية تدل على منصب كبير عالي له ان شاء الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة اما رؤية الشاب انه يشتم زوجة اخي هذه الرؤية تدل على الخطوبة القريبة وحتى لو رأى الشاب انه يشتم اي امرأة مما حارمه نفس المعنى هناك خطوبة قادمة له ان شاء الله تبارك وتعالى اخر حاجة معنا وهي البنت العزباء لو رأت ان هناك شتم بين والديها بنت وقفة وشايف ابوها وامها بيتعرقوا بيتبادلوا الشتم والسب هذه الرؤية تدل على السعادة والرغض في المعيشة مع والديها ابوها وامها هيكون سبب في رغض معيشتها وهيكون فيه سعادة في المعيشة ان شاء الله تبارك وتعالى اخر رؤية برضو وهي بالنسبة للبنت العزباء رؤية شجار بين الزوجين زي ما الشاب شاف زوج وزوجة بيتعرقوا يتبادلوا السب والشتم نفس الرؤية بالنسبة للبنت العزباء ولكن هذه الرؤية وهي تشاهد ان هناك زوجين بيتبادلوا الشتم والسب هذه الرؤية تدل على انها سوف تشهد الخير بصفة عامة عن قريب ان شاء الله تبارك وتعالى تظلونا في اللقاءات القادمة اشتركوا في القناة